هدير الطائرات ودوي المدافع هما المشهد الأبرز هذه الأيام في منطقة إدلب التي وصفت بخفض التصعيد فما أن يتفق ما يسمى الضامنون سياسيا في أستانا حتى تبدأ المعارك ميدانيا وعسكريا لتجعل اتفاقهم حبرا على ورق طائرات حربية روسية شنت غارات جوية على عدة محاورة في بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي للمرة الرابعة على التوالي خلال تموز يوليو الجاري قصفت خلالها عدة نقاط للفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي دون معلومات عن خسائر بشرية بلدات السرمانية ودوير الأكرات في سهل الغاب بريف حما شمالي الغربي وبلدتا برزا ومحيط لكبيني بجبل الأكرات في ريف الاذقية الشمالي تعرضت أيضا لقصف بسبع غارات جوية من الطائرات الحربية الروسية تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الروسي المسير في سماء المنطقة في غضون ذلك كثفت قوات الحكومة السورية قصفها المدفعية والصاروخية على عدة قرى وبلدات بريف إدلب شمال غربي سوريا وبحسب مصادر محلية من المنطقة فقد تعرضت بلدات سفوهن وإبلين والبارة وكنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي لقصف بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية مصدرها مواقع قوات الحكومة السورية في محيط سرعق هذا واندلعت حرائق متفارقة في عدة مناطق بريف الاذقية أضخمها كان في بلدة البصة واليهودية والقرداحة دون معرفة الأسباب اشتركوا في القناة